دائما وأبدا كنرحب بكم على قناة سوعة تيفي وكنشكركم جزيل شكر على حسن المتابعة وسعيدة بشلقاكم في فيديو جديد ومرحبا متتبعاتي الجدد وأيضا ألف ألف مرحبا متتبعاتي الوافيات اليو ما إن شاء الله عدد نقدم لكم حلي ورائع جدا مكونة بسيطة وإن شاء الله إن شاء الله مكنش لي مكي عشاقش بحل هذه الحلويات فالمكونات إن شاء الله هدي يكونوا بساطة في طريقة التحضير غدد نقول لكم الأشياء اللي ممكن تستغنوا عليها والأشياء اللي يمكن لكم تعملوها مقدن إن شاء الله غدي نطرق لهم مع طريقة التحضير بسم الله وعلى بركة الله اول حاجة سنوضع كاس السكر مايو عادي المية وخمسين جرام بالنسبة للسكر ممكن تزيده وممكن تنقصه على حسب الحلاوة اللي كتبغي وانتو مايو على السكر سنضيف كاس الزيت بالنسبة للزيت زيت نباتي بالنسبة اخواتي احنا كنعبرو بهاد الكاس هذا اللي هو يعطنا معروف تقريبا في جميع المنازل كنسميوه كاس العنب غادي تاخدو اي كاس عندكم ولا هاد الكاس هذا ديال اليوغورت او للطس ديال اليوغورت وغادي تعبرو به جميع القياسات يعني من الزيت من السكر من السامد وان شاء الله حتى الدقيق وحتى الكوك ان شاء الله كل شي تعبرو بنفس الكاس غادي نوضع الزبدة جوج معالق كبارين معبورين غير فقط هاد المعلقة هادي عندي ماشي كبيرة بزاف اما اذا عندكم هادي معلقة متوسطة اذا معلقة كبيرة غادي توضعوه جوج معالق اولا النص ديال هاد العلبة يعني هكاك 120 جرام بنسبة للزبدة اذا ما متوفراش ما بغيجوش تعملوها في بلاستة غا تعملو كاس ديال الزيت يعني بادل ديال الزبدة غادي نخلط زبدة مع الزيت شوية وغادي نضيف بيضة واحدة البيض ايضا بتعملو عملو وتستغنو عليه استغنو انا عملت بيضة واحدة يعني كنقول لكم الاشياء اذا ما متوفراش ممكن يعني تبدلوها غادي نوضع كيس ديال الفانيلا بالنسبة للفانيلا ايضا تعودوها بقشور الحامض او لبقشور البرتوقل اذا ما متوفراش عندكم او لا تستغنو يعني غادي يكون عندنا الياغورت يعني الياغورت بنكهة الفاني يعني الفاني تكتفي وغيب النكهة ديال الياغورت فماشي مشكل غادي نخلط مكونات جيدا حتى ينسجمونا مزيا وبعد غادي نضيف الياغورت بالنسبة الياغورت القياس دياله هكك يعني اربعة ديال المعالق متوسطين هذا هو القياس دياله الياغورت ننصحكم تعمله لانك يعطي المدق مزيون في الحلوه دياله واحده تعليكه مع باقي المكونات زوين يعني ضروري يعني يكون في هدى الحلوه هادي غادي نضيف كاس ديال الكوك بالنسبة للكوك الكوك ليك يكون معالك ماشي الكوك ليك يكون ناشف وكنجيبه وكنزيد نطحنه بالمتحانه باش هكك يكون ليه معالك في الحلوه ديالي ويجيب عنا مزيونة ومعلكة ويجيغي ما داقو باين هو يعني يكون باين غد تعليكة ديالو غادي نخلط الكوك مع باقي المكوينة مزيان مزيان من بعد ما خلطنا المكوينة جيدا غادي نضيف ثمانية غرام من خميرة الحلويات بالنسبة لخميرة الحلويات كيس واحد لايجعل البركة اللي عندها بالعبار غادي توضع معلقة صغيرة براكة يعني ما بغيناش الحلوى ديالنا تكبر بغينها غير هكا تجيه شيشا وتنفخ شي شوية غادي نبدا نضيف الساميد بشوية بشوية بالنسبة للسميدة السميدة المتوسطة ماشي السميدة الرقيقة اللي هو يلفينه وماشي الغليدة يعني السميدة المتوسطة اللي كان عملو بيها المسبوسات اذا كان عندكم الفين وبيتو تعملوه كان ضنجي ولكن السميدة غادي يكون احسن السميدة ضيفنا اربعة ديال كؤوس ما يعادل ستميات ما بين ستمية ونصد كيلو على حسب الحجم ديالها وغادي نبدا دابهنا نجمع بالطقيق لانا فاش كنوضع السميدة خليط كيبقى نخفيف اما تكملو كل شي بالسميدة ولا هكا تكملو بالطقيق بالنسبة انا غادي نضيف ثلاثة ديال كؤوس ديال الطقيق بالتدريج 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 يعني انتو ما كتضيفو انتو ما كتشوفو السميدة حتاش السميدة اذا كانت كتشرب غادي تبقى تضيفو الدقيق حتا تحصلو على واحد العجينة اللي مجموعة وراتبة غادي تغسلو اليد ديالكم عادي تكورو حتا ما تبقاش هكا تلتسق باليد اذا كان يد ديالكم فيه العجين غادي يلتسق لانا العجينة تلتسق بعضا مهم العجينة ديالي هي هذه راتبة يعني بحله هي خفيفة ولكن هي غير راتبة وشيشة هناخديت الكوك بنسبى الكوك ممكن لا بغيتو تزيدوا معيه اما السكر غلاسي ولا مع القدية السكر يعني ولا من الاحسن تخليوا الكوك بوهديتو وغادي ناخد عاصر برتوقالة واحدة بنسبة عاصر برتوقال ممكن تعاوضوه بالمزهر اما المزهر ولا عاصر البرتوقال غادي ندوج اين شاء الله فيه الحلوات ديالنا وبنسبة الكوك اما الكوك ولا السكر السقيل او السكر غلاسي يعني اللي متوفر بو تتعملوه وعملوه مشي مشكي ايضا ما متوفرش عندكم لا سكار لا كوك غادي توضعوا السميدة يعني السميدة المرحلة الاخيرة غادي تووزوها في السميدة غادي نبقى نكون وارح لواديالي ندوزهم في العسر ديال البرتوقال وندوزهم في الكوك نحطهم في الصينية بالنسبة للصينية اما يكون فيها الورق نفرش ولا هكام دهونة بزيت باش نتفادوا الحلوة ديالنا تلتسق وخلح الورق ديالنا فيها الزبدة ما غاديش تلتسق ولكن هكا نعملو احتياط بالنسبة لهذا النصائح كنتطرق وكنتأكد على حساب المبتدئات بالنسبة للكويراس نحاولو نجيبوهم قد بعضو يكونوا ما كبارين ما صغرين على حساب المرشم اللي غادي تبعوو به بالنسبة للمرشم انا غادي نطبع بهذا المرشم هذا اللي كيجيبنا شكيل هكا داير بالنسبة لما غادي دعملو اي مرشم طبعو به اي مرشم كتفضلو ولا ما طبعوش تخليو يحليو ديركم هكا ولا في الاخير غادي نعطيكم البادل ديال عالطبع هذا شنو غادي تديرو يعني في بلاستو يعني دم توفرش كيفاش نحصل عنا نفس الزواقة او لزواقة زوينة بلابه ما غادي تطبعو بهذا المرشم هذا ففي الاول غادي تكونوا عابرين يعني القيص اللي غادي يجيكم فيه باش ما تجيكم شو الزواقة من الفوق والجوانب بلاشي يعني تحاولوا الكويرة تكون قد للمرشم بنسبة انا لهذا المرشم عندي مميان بنسبة للمرشم باش ما يلساقو لكم في الحلوة اما غادي تديرو في الدقيق ولا في السكر السقيل يعني واحدة من الجوز يعني اللي بغيتو انتو ماء اللي وديالي في الواسط غادي نوضع حبة تدير شوكولة وهنا عندكم الاختيار اما حتى تخرجوها من الفرن ونقيطة تملقوهم هكيا بالشوكولات مدوب هكا تزينو ولا هكا اذا عندكم شوكولات متوفا غادي تعملو كله وصيط هكا في حبة دي الشوكولات اما بيض ولا اسود ولا تخليوهم بلاش هادي الحلوة ديالي تبا غادي ندخلها الفرن اللي مشوعل غير ملتحت حتى الطبلية وبالنسبة للنار متوسطة اذا بغيتو تشعلو عليها من الفق وملتحت تشعلو عليها من الفق وملتحت ولكن الجيهة اللي غادي تكون على الفق ديال الحلوة تكونوا منقصة باش الحلوة ديالكم ما تتحرقش بالنسبة البادل ديال المرشم غا تاخدو الحلوة ديالكم دوزوها في العاسر ديال البرتوقال والولكوك ودي تجيبو معلقة وغادي هكا يديروها بهات الشكل هذا يعني غا تدورو هكا يعني بحلها كتشنفوها وهاتشكيل هذا كيجيب حل الملووزة تماما وبسرعة بالنسبة الحلوة ديالكم غا تشكلوها بسرعة لان السميدة كتشرب غا تقصح لكم يعني كل ما عطلتو الحلوة ديالكم غا تقصح هات الحبات درتهم فعاسر البرتوقال والسكر باش يجيبوها كبحة غريبة حلوة ديالين بعد مخرجة مفران هدا شكيل ديالها كتكون مدهبة من داخل ديالك نتمنى تكون بين الكم كتجي شيشة 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 ومن داخل نعلكة وزوينا حلوة ديالي كلها كتجي بنفس الطياب ماشي حمرة بزاف وماشي بايتة يعني كتجيها كفص فيفر لان فيها السميدة هدا شكيه اللي حضرت اصوبت معاكم بالمعلقة كي يجي زوين بزاف بزاف شكيه اللي عملنا له السكر السقيل كي يجي مشقق 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 كامل حلوة ديالي بالداخل كتجي رائعة رائعة جدا واحد النسنا دلفاني ودي الكوك طلعة منها كتحمق كتجي كيف قلت لكم الشيشة بزف 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 هكا تحاولوا تجمعوها حتى تبرد بالنسبة لطريقة الاحتفاظ غادي توضعوها في البطن لمحكمة الإغلاق وغادي تحتفظو بها المدة اللي بغيتو ولكن ناصيحة مني لكم حلوية لي كي يكون فيهم الكوك من الأحسن ما نطولوه مش بزاف لأنه ممكن يشوفونا كان هذا الفيديو اليوم كانت منهم كل قلبي نكون خفيفة ضريفة ويكون الإعجاب ديالكم مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله